السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاء قرار قاد التحقيق في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة عقب الاستماع إلى المتهمين المتابعين في شبهة تلاعبات في سفقة النظافة بجماعة بوزنيقة التي كان يرأسها كريمين قبل عزله من طرف وزارة الداخلية والتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بالضار البيضاء في قراره ليلة الخميس الجمعة بعد ساعات طوال من الاستماع إلى المتهمين متابعتهم في حالة اعتقال عقب إحالتهم على قاد التحقيق وكان الوكيل العام بمحكمة الاستيناف بالضار البيضاء قرر تعميق البحث في القضية إذ أعاد الملف أول عمس إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل استكمال البحث مع المتهمين